أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الزراعي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج فني هندسة زراعية عن وحدة المنشآت الزراعية وحدة المنشآت الزراعية هنتناول فيها دراسة الصوب الزراعية من خلال معيارين المعيار الأول إنشاء الصوب البلاستيكية والمعيار الثاني إنشاء الصوب الزجاجية الحقيقة بعد ما تخلص دراسة المنشآت الزراعية وتعرف تنفذ مهارة إنشاء الصوب البلاستيكية وإنشاء الصوب الزجاجية وتخلص دراستك وتتجه إلى صوب العمل هتلاقي فرص عمل كتير جدا في كثير من الشركات والمشاريع الزراعية المهتمة بإنشاء الصوب وده كان الهدف من المناهج المبنية على الجدارات إن المناهج أصبحت بتؤهل الطالب لصوب العمل اللي أنت بتدرسه بتلاقيه في سوق العمل طيب أول سؤال بيتبادر لزهنك لما نتكلم إننا في وحدة المنشآت الزراعية هنتكلم عن الصوب الزراعية ليه صوب زراعية؟ أهمية الصوب الزراعية الهدف إننا ننشأ صوب زراعية الحقيقة حصل تغيرات مناخية شديدة في الآوينة الأخيرة وكان لها أثر سيء على الحاصلات خاصة على المحاصيل الخضروات قدت إلى مشاكل كبير جدا في إنتاج الخضروات مما دعا إلى التوسع في إنشاء الصوب الزراعية أو البيوت المحمية مش فاهم تغيرات مناخية أدت إلى مشاكل في محاصيل الخضر طيب هنعمل صوب ليه؟ عشان نقدر نتغلب على التغيرات المناخية دي الصوب الزراعية أو البيوت المحمية بنقدر نتحكم في الظروف المناخية اللي داخله الصوبة أو البيت المحمي درجة الحرارة عدد ساعات الإضاءة درجة الرطوبة كل العوامل المناخية بنقدر نتحكم فيها وده هيؤدي إلى إلى زيادة إنتاج محاصيل الخضر مش الخضر بس الحقيقة إحنا بنزرع كمان نباتات الطبية وغيرها حاجات كتير بنزرعها في الظهور حاجات كتير بنزرعها في الصوب إذن البيوت المحمية أو الصوب الزجاجية أدت إلى زيادة إنتاج محاصيل الخضر وبالتالي زيادة التصدير مش بس كده استدعنا أن نحن نزرع فيها محاصيل في غير وقتها في السنة فسعرها قل وبرضه زاد التصدير بتاعها عندنا نوعين من الصوب الصوب البلاستيكية والصوب الزجاجية الصوب البلاستيكية هي الأكثر انتشاراً في مصر ليه؟ ليه ما لها من مميزات طيب إيه هي المميزات اللي خلت إن الصوب البلاستيكية دي تكون واسعة الانتشار في مصر؟ أول حاجة إن تكلفة إنشاءها قليلة لما بنعمل صوبة بلاستيكية بنلاقي إن تكلفة الإنشاء بتاعتها أقل بكثير من الصوب الزجاجية فده أدى إلى إن هي تكون منتشر جداً عندنا في مصر معظم المناطق وخاصة في زراعة الحاصلات الخضروات في زراعة الخضروات منتشر جداً في زراعة الخضروات ويرجع ذلك لأهم ميزة لها أو أول ميزة لها إن هي تكلفة إنشاء الصوب البلاستيكية قليلة مقارنة بالصوب الزجاجية طيب إيه هي المميزات التانية؟ نقلها سهولة نقلها من مكان إلى مكان آخر أنا عملت صوبة زجاجية في مكان ما وشغلت عليها موسم ولا تنين وعاوز أنجل الصوبة الزجاجية دي عملت صوبة بلاستيكية في مكان واشتغلت عليها سنة ولا تنين وعاوز أنجل الصوبة دي من المكان دا وديها مكان تاني سهل جداً لأنها هي عبارة عن هيكل مصنوع من مواسير من الحديد المجلفة ومغطة ببلاستيك من البوليوسلي فبقى فك البلاستيك وبشيل الهيكل بمجموعة من الأخواس وبقى أنجلها من المكان اللي هي موجودة فيه إلى مكان تاني أصبح من الأسباب اللي أدت إلى انتشار الصوبة البلاستيكية في مصر أنها سهل نقلها من مكان إلى مكان آخر طيب في أسباب تانية أدت إلى سهولة آآ أدت إلى انتشار الصوبة البلاستيكية في مصر آآ سهولة تشكلها إن أنا أغير أبعاد الصوبة دي أقل طولها لأن زي ما قلت هي عبارة عن هيكل معدني الهيكل معدني ده عبارة عن مجموعة من الأقواس من الحديد المجلفة على الساخن الأقواس دي عدد الأقواس دي هو اللي بيحدد طول الصوبة بتاعت قدية شاهد من كلامي عايز أقول إن الصوبة البلاستيكية وساعة الانتشار في مصر نتيجة لرخص آآ سمن تكلفة ونتيجة لسهولة تشكلها ونتيجة لسهولة نقلها من مكان إلى آخر هنبدأ دلوقتي بقى وحدة وحدة من بداية تسوية الأرض وخطوة بخطوة لحد ما نوصل إزاي نقدر إن إحنا ننشئ صوبة بلاستيكية الأول هنا هو بيقول بيتكلم عن أهمية الصوبة الزراعية أو البيوت المحمية فقال إن مع زيادة التغيرات المناخية أصبح هناك خطر على إنتاج المحاصيل وإحنا قلنا الكلام ده محاصيل الخضر وعشان نواجه هذه التحديات تم التوسع في الزراعة داخل البيوت المحمية واللي بنستطيع من خلالها التحكم في الظروف المناخية للصوبة مثل درجة الحرارة والرطوبة وعدد ساعات الإضاءة وبالتالي بنتمكن من زيادة الإنتاج وكذلك زيادة إنتاج الخضروات ونباتات طبية في غير وقتها وده بيؤدي إلى انخفاض أسعارها وزيادة الصدرات وإحنا قلنا الكلام ده نقع على الصوبة بلاستيكية هيكل معدني هيكل معدني مصنوعة من مواصير من الحديد المجلفة على الساخن ومغطة ببلاستيك من مادة البولي إيسيلين صوبة الزجاجية في وقتها هندرسها بالتفصيل إن شاء الله بعد ما ننتهي من الصوبة البلاستيكية الصوبة البلاستيكية بتعتبر الصوبة البلاستيكية هي النقل الأكثر انتشارا من حيث لاستخدام في إنتاج نباتات القدر في مصر وإحنا قلنا الكلام ده عشان لها مجموعة من المميزات ايه هي المميزات دي رقم واحد خفيفة الوزن وزنها خفيف رقم اتنين سهولة النقل زي ما قلنا ممكن أننا أنجلها من مكان لمكان آخر رقم ثلاثة مرونة التشكيل تشكيلها سهل أن أنا أزود الطول بتاحها أو أقلل الطول بتاحها رقم اربعة وأهمهم انخفاض تكلفة الإنشاء لأن تكلفة إنشاء الصوبة البلاستيك مقارنة بالصوبة الزجاجية قليلة نيجي بقى للمهم مهارة إنشاء الصوبة البلاستيكية المعيار الأولاني هننفذ فيه مهارة إنشاء الصوبة البلاستيكية وأنا هننفذ معكم المهارة دي بالتفصيل خطوة بخطوة بشارته أنا عايز كل كل طالب وطالبة منكم بعد من خلص شرح الصوبة البلاستيكية يقدر إن هو ينشئ صوبة البلاستيكية أو يشارك المدرسين الموجودين في المدرسة معاه في إنشاء الصوبة البلاستيكية أول خطوة تسوية المكان الذي سوف يقام فيه البيت المحمي أنا اخترت المكان ده عشان هعمل فيه صوبة بلاستيكية أو بيت محمي أول خطوة بعملها إن أنا بقى أسوي المكان ده والتسوية لها مستين الميزة الأولانية إن أنا لما بنشأ الصوبة بتكون الأرض مستوية فبيسهل لعملية إنشاء الصوبة الميزة التانية بقى مستقبلاً لما باجي أزرع داخل الصوبة فلما تكون أرضية الصوبة مستوية بتسهل علي كتير في عمليات شبكات الري وفي عمليات الخدمة اللي بيجريها على محاصيل الخضر داخل الصوبة وبناء عليه تسوية المكان الذي يقام فيه البيت المحمي من العمليات المهمة لسببين زي ما قلت السبب الأولاني إنه بيسهل عملية إنشاء الصوبة نفسها والسبب التاني مستقبلاً بيسهل عملية إن أنا أنشاء سبكة ري للصوبة دي من الداخل أو خدمة المحصول الموجود في الصوبة خطوة رقم 2 أنا سويت الأرض بتحت اللي هنشأ فيها الصوبة تمام؟ هحدد أحد الجوانب بتوع الصوبة أحد جوانب من جوانب الأرض اللي أنا هوقيم عليها الصوبة أي جانب من الجوانب بتحتي وهعمل فيه زاوية قايمة بعد عملية التسوية هختار جانب من جوانب الصوبة من جوانب المكان اللي هقام فيه الصوبة وبعمل فيه زاوية قايمة طب هعمل زاوية قايمة إزاي؟ عندي طريقتين الطريقة الأولانية عن طريق نظرية فيسوغورس إن المسلس المقام على الوطر بيسوي مجموعة المسلسين المقامين على ضلعية القائمة فبطبق النظرية دي بجيب أحبال حبال بطول 3 و 4 و 5 متر 3 و 4 و 5 متر أو مضاعفاتهم وعن طريقهم إنه ضل ضلعية 3 و 4 ضلعية القائمة و 5 الوطر بنعمل مسلس قايم الزاوية بنعمل زاوية قايمة تاني بعد إجراء عملية التسوية بعمل زاوية قايمة في أحد جوانب الصوبة إزاي بعمل زاوية قايمة؟ أول طريقة إنه نجيب أستخدم نظرية فيسوغورس بجيب حبال بطول 3 و 4 أو 5 أو مضاعفاتهم 3 و 4 ضلعية المسلس القايم الزاوية و 5 دي الوطر ونظرية فيسوغورس كلنا حفظينها إن المسلس المقام على الوطر بيسوي مجموع المربع المقام على الوطر بيسوي مجموع المربعين المنشئين على ضلعية القايمة بنستخدم النظرية في إن إحنا نعمل زاوية قايمة و 1 تاني يقول لك ما فيش طريقة أسهل طبعا في طريقة أسهل إنه أستخدم زاوية حديد زي اللي قدامنا في الصورة دي جاب زاوية حديد وعمل زاوية قايمة جاب زاوية حديد قايمة وعمل منها زاوية قايمة طبعا خطوة اللي بعد كده أنا سويت الأرض وفي أحد جوانب المكان اللي سوف تقام عليها الصورة عملت زاوية قايمة هنبدأ نحدد أبعاد الصوبة بتاعتي بالخيط زاوية ما انت شايفين كده بيحط خيط على أبعاد الصوبة طول وعرض الصوبة بنشد عليها خيط وبعد ما نحط الخيط ده بنعلمه بالجير يبقى أنا شدت خيط وبعد كده حطيت فوجه هذا الخيط جير زاوية ما يباين قدامنا في الصوبة الحقيقة بنحدد وإحنا بنعمل ده بنكون معارفين اتجاه الصوبة وفي الحقيقة في مصر هنا اتضاه الصوبة ده من بيكون من الشمال للجنوب لأن الناحية الشمال هي الأقصر هبوبا للرياح أنا عاوسكم تركزوا معايا خطوة بخطوة عشان تكونوا الأمور واضحة أنا عملت دلوقتي ثلاث خطوات أول خطوة سبوية الأرض اللي هعمل فيها اللي هعمل عليها اللي هنشع عليها الصوبة ثاني خطوة عملت زاوية قايمة باستخدام زاوية حديد قائمة أو باستخدام أحبال بأطوال تلاتة واربعة وخمسة اللي هي نظرية فيسا غرس ثم شدت الحبال بتاعتي على مكان الصوبة اللي أنا هعملها بعد ما حددت الأبعاد الطول والأرض شدت الحبال بتاعتي وحددت الاتجاه طبعا قبل ما شد الحبال وقلنا أن الاتجاه عندنا في مصر بيكون من الشمال للجنوب تبليه مصر من الشمال للجنوب عشان الناحية الشمال هي الأقصر هبوبا للرياح تمام تمام أنا كده جهزت الأرض إن أنا أنشع عليها الصوبة أنا كده جهزت الأرض إن أنا أنشع عليها الصوبة بجد جاهزة كده ان انا انشأ عليها الصوبة بعمل ايه بحدد بعد عملية التسوية وعمل زاوية قايمة واشد الحبل بتاعي وحددت اتجاه الصوبة وحددت باب الصوبة فين وكل ده بحدد اماكن الركاز هحط اماكن الصلايب بتحتي الاماكن اللي هدوج فيها الصلايب بتحت اللي هتسبت عليها الاقواس بعد ما حدد مكان الصلايب اصبح المكان بتاع ده جاهز ان انا ننشأ فيه الصوبة طيب الصوبة بتتركب من ايه من جزئين هيكل معدني وغطاء من البلاستيك الهيكل معدني ده هو بيتكون من الاقواس والاقواس دي عبارة عن اقواس اه وصلات القوس عبارة عن مجموعة من الوصلات بتتصل ببعضها ومددات طولية واسلاك الشد واسلاك حوامل المحصول وحوامل الابواب والكاميرات وسقطات حاملات المحصول وحوامل المحصول والجفزات والدعمات والابواب وفتحات التهوية وهده اقول لها مستر انت بتقول بسرعة واحنا مش عارفين ايه ده لان احنا كل ده هنقوله بالتفصيل في الخطوات اللي جاية لكن اللي يهمني انتعرف ان الصوبة البلاستيك بتكون من جزئين اساسيين هيكل معدني اللي هو بيشتمل كل الحاجات دي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي وغطاء من البلاستيك المصنوع من البولي اسلين الهيكل المعدني ده عبارة عن اقواس القصد ما بيكونش حتة واحدة بيكون اربع اجزاء الاجزاء دي بنوصلها بعضها بنسميها اقواس ومددات افقية فيه تلات مددات رأسية او تلات جسور رأسية وفيه مددات ارضية وعندنا اسلاك من الحديد المجلفن بتسبت على بتسبت على الكمر وبينزل منها الخيوط اللي بيتسلق عليها المحصول تب تعالوا نشوف الكلام ده عملي وحدة وحدة اول مرحلة تثبيت الركاز انا اعديت المكان اللي هعمل فيه الصوبة بان انا عملت له عملية تسوية ثم عملت زاوية قائمة في احد الجوانب بالطريقتين اللي قلت عليهم وشديت خيط وجيرت هذا الخيط وحددت المكان اللي هنحط فيه الصلايب اه الصلايب يبقى تثبيت الركاز اقصد بها تثبيت الصلايب او الخط اللي انا الخط اللي انا جيرته بنسبت عليه بنحط عليه علامات الاول المكان اللي هنحط فيه الصلايب طب الصلايب ده عبارة عن ايه شكل الصلايب قدامنا مسكه العامل اهم الجزء اللي تحت ده الجزء اللي تحت ده بندقه في الارض الجزء اللي تحت اللي في الصلايب ده بندقه اللي هو مسكه في ايه دول المادة وهنا لو بصنا في صلايب اللي انا هنا مدخل المادة ده الارضية في الصليبة اذا تاني تاني الصلايب او شكل الصلايب قدامنا اللي مسكه العامل الجزء اللي تحت ده احنا بنسبته في الارض في ناس بتدقه زي ما العامل بيعمل كده وفي ناس بتحط خرصانة تحت منه عشان يكون اكسر سباتا طيب الطرفين دول بيتركب فيه من المادات الارضية اما الجزء اللي فوق ده بتركب فيه الاقواس اللي هنشرحها بعد كده تاني مهم اول كلام ده اول خطوة احنا قلنا نصوبة تتكون من هيكل معدني وغطاء بلاستيك الهيكل المعدني ده اول خطوة بنعملها ايه تسبيت ركاز الركاز دي عبارة عن ايه عن الصلايب اللي هي دي طيب بنسبت الصلايب ازاي انا قلت ان بعد ما شديت الخيط وجيرت حددت مكان الصلايب بنجيب الصلايب ونسبتها اننا الجزء اللي تحت ده بندفنه في الارض بندقه في الارض زي ما بيدقه هنا وقلت ان في ناس بتحط خرصانة تحت الصلايب دي عشان تبسابتها بيسبتها في خرصانة طيب الجانبين اللي على الاطراف دولة بيتركب فيهم مادادات ارضية على جانبية الصوبة الجانب ده والجانب التاني مادادات ارضية بتتركب فيه الصلايب الجانب ده والجانب ده طيب ايه هي المادادة دي عبارة عن مواسير مصنوعة من الحديد المجالفن القطر بتاعها تلات تربع بوصة والسكنس او التخانة بتاعتها واحد واثنين من عشرة ملي تاني تاني انا دلوقتي في مرحلة ان انا اسبت الركاز واوصد بيها ان انا اسبت الصلايب في المكان اللي انا حددته على الخيط اللي انا جيرته طيب الصلايب قدامي شكلها واضح جدا الجزء اللي هو العامل مسكه بايده ده بيندفن في الارض يما ندقه زي ما هو بيدقه هنا كده او نحطه تحت منه خرصانة ونثبته في الخرصانة اما الجانبين اللي على اطراف دول بتثبت فيهم المادادات الارضية طيب ايه هي المادادات الارضية ده عبارة عن مواسير مصنوعة من الحديد المجالفن قطرها اه تلات تربع بوصة والتخنة بتاعتها او السيكنس بتاعها واحد واثنين من عشرة ملي بتركب على جانبي الصوبة الجانب ده والجانب التاني بتركب فيه بتركب فيه في الحتة دي من الصلايب طيب انا سويت الارض وعملت زاوية قايمة في احد الجوانب ومنها شدت الخط بتاعي وحددت اتجاه الصوبة بتاعي من الشمال للجنوب وحددت مكان الباب اه وجيرت الخط بتاعي وحددت مكان الركاز وجيت سبت الصلايب اه في اماكنها ودخلت جواها او وصلتها بالمددات الارضية فاضل عندي الجزء اللي فوق اللي في الصلايب ده ده بيتركب فيه الاقواز اذا المرحلة التانية تركيب الاقواز المرحلة التانية تركيب الاقواز الاقواز بتصنع من الحاجد المجلفا على الساخن القطر بتاعها واحد ونص بوصة وسمكاب يتراوح من واحد ونص الى واحد وتمانية من عشرة ملي تاني تاني الاقواز اللي هي دي انا عاوز اواريكم الاقواز الاقواز اللي هي دي الاقواز دي مركبة من تحت الاقواز دي مركبة من تحت في الصلابية اللي احنا لسه شرحانها من سوى الجزء اللي فاضل فيها بنركب فيه الاقواز دي وحاجة فنية لما نيجي نركب الاقواز في الصلاب بندج على الصلاب بنحاول وانا بنركب الصلاب بندج عليها نخليها او بنخليها ميلة للداخل سنة عشان لما نركب عليها الاقواز الاقواز ما تفكش مني طيب الاقواز اللي قدامنا دي مصنوعة من ايه مصنوعة من الحديد المجلفا مصنوعة من الحديد المجلفا على الساخن طب قطرها كام؟ قطرها واحد ونص بوسة طب التخنة بتاعتها أو سنينكس بتاعها من واحد التخن بتاعها من واحد ونص إلى واحد وثمانية من عشرة ملي تاني أنا سويت الأرض تمام؟ وفي أحد جوانب الصوبة عملت زاوية قيمة عن طريق نظرية في صغرس حبال بأبعاد ثلاثة واربعة وخمسة أو مضاعفاتهم أو عن طريق زاوية حديد ثم شديت الحبال بتاعت وبعد ما شديت الحبال جيارك وبعد ما جيارك حددت أمكان الصلايب ورحت مسبت الصلايب وسبدت في الصلايب المدادات الأرضية اللي في الجانبين وجيت لمرحلة تركيب الأقواس بس قبل ما ركب القوس عاوز أعرف إيه هو القوس قلت أن القوس عبارة عن مواصير مصنوعة من الحديد المجالفة على الساخن القطر بتاعها واحد ونص بوسة القطر بتاعها واحد ونص بوسة والتخانة بتاعتها بتتروح من واحد ونص الواحد ثمانية ونعشرة ملي القوس ده بيركب على على الصلايب في الجزء اللي أنا شاورت لكم عليه قبل كده طيب عشان أسبت القوس بيركب على حاجة اسمها برادية اللي هي المصورة دي بنسمها برادية أو كاميرا البرادية أو الكاميرا بتصل بين جانبايا القوس بتصل بالجانب الأيمن بالجانب الأوسط زي ما هي بينا قدامنا في الصورة ودي صورة صوبة بننشأها بالفعل بعد ما ركبت القوس بنركب عليه برادية البرادية عبارة عن ايه؟ عبارة عن مصورة من الحديد المجالفة برضو ولكن القطر بتاعها بيكون أجل من قطر القوس بيكون واحد بوصة وفي الناس بتركبها 3-4 بوصة وحتى التخانة بتاعة الحديد فيها بتكون أجل بتكون واحد واثنين من عشرة ملي بيصل بين البرادية والقوس 3 قوائم طول القام تقريبا بيكون متر القوائم دي بتعمل ايه؟ بتصل البرادية أو الكاميرا بالقوس والجام اللي في النص بيصل بين 3 حاجات بين البرادية والكاميرا والجسر الأوسط واحد هيقول لي الكلام كده كتر وهيخش في بعضه واحدة واحدة اتعالوا نظم فكرنا أنا أول حاجة عملتها إن أنا سويت الأرض بتحتي بعد ما سويت الأرض جيت في أحد جوانب من جوانب الصوبة وعملت زاوية قايمة وعشان أعمل زاوية قايمة قلت يا ما نستخدم نظرية في صغرس بنجيب حبل ونجسمه 3-4 و5 3-4 العاي القائمة وخمسة هو الوطر يما أنا أستخدم آآ زاوية حديد طيب حددت سويت التربة بتاعتي وفي أحد جوانب الصوب وفي أحد الجوانب عملت زاوية قايمة بالطريقتين اللي قلتهم شديت الخيوط وجيرت الأرض وحددت مكان الركاز اللي هي الصلايب وسبدت الركاز بتاعتي وبعد ما ثبتت الركاز الجزء اللي دفنته في الأرض دي بتفنه في الأرض يا إما بدجه يا إما بتفنه في خرسانة ووصلت المددات الأرضية اللي على جوانب الصوبة فضل عندي الجزء من الركاز اللي هو العلوي اللي هيتركب فيه القوس لكن قبل ما ركب القوس نصبا أعرف بيتكون من إيه القوس هو عبارة عن إيه القوس القوس عبارة عن مواسير من الحديد المجلفا على الساخر قطرها واحد ونص بوصة والثيكنس بتاحها أو التخنة بتاعتها بتتراوح من واحد ونص لواحد وتمانية سنطي تمام تمام القوس بتاعنا بيتركب عليه من الشمال لليمين مصورة برضو بس احنا بتسميها بردية والناس بتسميها كامرة طيب إيه لازمة البردية أو الكامرة دي لها فايدتين الفايدة الأولانية أنها بتصل آآ جانب القوس الشمالي جانب القوس الجميل فبتسبت القوس الفايدة التانية بشدة عليها أسلاك الحديد المجلف اللي هي أسلاك المحصول طيب واحدة واحدة وتاني بعد ما ركبت الصلايف في الأرض ووصلت بيها المددات الأرضية وسبتها في الأرض جاهد دور بتاعي أن أنا أركب في الصلايب الأقواس لكن قبل ما ركب القوس في الصلايب أعاوز أعرف القوس دي عبارة عن هي عشان إبقى فاهم فقلت أن القوس عبارة عن مواسير من الحديد المجلفة على الساخن وأن القطر بتاعها واحد ونص بوصة وأن التخانة بتاعتها بتتراوح من واحد ونص الواحد ومان هي من عشر تمام؟ تمام القوس دي عبارة عن أربع أجزاء ومش هتكلم أن أنا بوصلهم إزاي بس خلينا أول واحدة واحدة طيب القوس دا بيتصل من طرف الشمال لطرف اليمين عن طريق برادية أو كاميرا والكاميرا دي بتثبت بتزيد من سبات القوس وبنركب عليها أسلاك حمل المحصول وهي أسلاك من الحديد المجلفة بتحمل المحصول بتحمل المحصول إزاي؟ بنربط في أسلاك حمل المحصول بيتدلى منها خيوط الخيوط دي بيتصلق عليها المحصول وخلوا بالكوا أن في محاصيل زي محاصيل الطماطم أو محاصيل القيار سلوك حمل المحصول بتشيل أوزان كبيرة إذن بتركب سلوك حمل المحصول على البرادية أو على الكاميرا وبيتدلى منها خيوط اللي بيتصلق عليها المحصول طيب بيصل بين الكاميرا أو البرادية تلات قوايم القايم دا عبطوله متر بيتصل بين الكاميرا من تحت أو البرادية من تحت وفوق بالقوس تمام؟ تمام هنرجع تاني للشرح بتاعتنا عشان نشوفي الكلام دا في الفيل دي شكله إزاي؟ أدي القوس بتاعي ومثبته في الصليبة تحت وأدي البرادية متصلة بين جانب القوس الشمال لجانب القوس اليبين واضحة جدا جدامنا هاي؟ وأدي الثلاث قوايم الثلاث قوايم جدامنا في عدتهم بيتصلوا بيصلوا بين البرادية والقوس من فوق أدي قايم ودي اتنين ودي ثلاثة القايم اللي في المنتصف دا بيربط أيضا بين الجسر متصل بالجسر من فوق الجسر العلوي لكن أنا قلت إن القوس مش حتة واحدة القوس هنرجع هنرجع مع بعض دي عشان نتكلم عن أجزاء القوس الأول في سؤال بيجي هنا ليه بنستخدم مواصيل من الحديد المجالفن على الساخن وده سعر وغالي ما نستخدم سليه مواصيل من الحديد العادي لأننا لو استخدمت في الأخواس أو في الصوبة مواصيل من الحديد العادي هيصدي وبعد ما يصدي هيتأكل وبالتالي عمره الافتراض هيجل بس كده لا ده في مشكلة تانية الحديد العادي لو أنا استخدمته في الصوبة هيصدي وبعد ما يصدي هيكون صدا الحديد وأنا بركب النتيجة أو نتيجة احتكاكه بالبلاستيك البلاستيك اللي هو البلاستيك البولويستين هيتقطع إذن استخدام مواصيل الحديد هيكون ليه مشكلة في حكتيني ومشكلة الأولية أنه هو هيصدي ويتأكل وبالتالي عمره الافتراض هيجل والمشكلة التانية إنه أنا بشد البلاستيك عليه في الأول قد يحتك به ويتقاطع ولم تجطعش دلوقتي بعد كده هو بعد ما يصدق ونتيجة ليه احتكاكه بالبلاستيك المعالج أو البلاستيك المصنوع من البولويستين هيتقطع عشان كده يفضل إن أنا أصنع المواسير أو المصنوع المواسير بتاعتي تكون من الحديد المجالفة على الساخن طيب القوس عندي بيكون أربع أجزاء الأربع أجزاء بوصلهم ببعض إزاي أنا عندي طريقتين عندي طريقتين بوصل بها أجزاء القوس القوس عبارة عن أربع أجزاء وهو الهولك دلوقتي بوصلهم ببعض بطريقتين الطريقة الأولانية إن أنا بجيب صليبة صغيرة أوصلها بين كل جزئين وبالتالي بأستخدم ثلاث صليبة عشان أوصل الأربع الأربع أجزاء بتوق القوس يبقى الطريقة الأولانية أستخدم صليبة صغيرة للتوصيل بين أجزاء القوس طب الطريقة التانية بعمل مسلوف في طرف من أطراف القوس أنا عندي طرفين للقوس أهم بعمل مسلوف في طرف من أطراف يعني مسلوب بأجلل القطر بتاعه بشرط إنه هو يخش في القوس التاني تاني القوس بتاعي بيتكون من أربع أجزاء الأربع أجزاء دولت بوصلهم ببعض إزاي أول طريقة إن أنا أوصلهم ببعض عن طريق صليبة صغيرة الطريقة التانية نعمل مسلوف في طرف من أطراف القوس وادخلها في القوس التاني عاشق ومعشوق بالبلد بنسميها كده طيب تعنت شوف الكلام ده عملي شكله ازاي ادي الطريقة التانية اللي انا وقلت عليها ادي مصورة وادي المصورة التانية جيت في طرف المصورة هنا لو تلاحظوا املت مسلوب قطر المصورة قل وبالتالي لما جيت دخلت دخلته في المصورة التانية بسهولة مزت الطريقة دي ايه فيه ناس بتفضل كتير الطريقة دي لان في الطريقة دي ما باستخدمش لا جلب ولا جفزات ولا مصاميره بالتالي لما نيجي نركب الغطاء البلاستيك ما بيحتكش بالحاجات دي وبالتالي ما بيتجطحش تاني طريقة التانية طريقة البسلوب باجي في طرف من اطراف المصورة واعمل مسلوب زي مهوبان جدامنا في الصورة كده جللت القطر بتاها عملت المسلوب جللت القطر بتاها وبركبه في الطرف التاني وبركبه في الطرف التاني مزت الطريقة دي ايه ان انا ما بركبش لا جلب ولا اه ولا جفزات ولا حاجة وبالتالي لما اجي اشد البلاستيك واغط الصوبة ويحتك بالاقواس ما بيتجطحش طب الطريقة اللي اولا ايه لان جلت عليها انا جلت بوصل الاربع اجزاء بطوع الصوبة عن طريق تلات صلايب صغيرة زا هو ما باهم في الشكل التشكيلي اللي قدامك ده ادي هنا اجزاء القوص ادي جزء ادي اتنين ادي ثلاثة ادي اربعة وصلتون ببعضة عن طريق صليبة صغيرة وصلت الجزء بجهب الجزء ده عن طريق صليبة صغيرة والجزء ده بالجزء ده عن طريق صليبة صغيرة والجزء ده بالجزء ده عن طريق صليبة صغيرة يب هي دي الطريقة التانية اللي بوصل بيها الاقواس الكاميرا او البرادية اللي انا وضحتها لكم في الرسم اللي هي بتصل اه بين جانبي القوص من الشمال لليمين عبارة عن مصورة واحد بوصة سمكها واحد ونص في معظم الناس بتخلي بتركب مصورة سمكها واحد واتنين من عشرة عشان نجلل التكاليف بتبقى مصنوعة هي كمان من الحديد المجلفا فييدتها انها بتدعم القوة. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة